بعد عشرة أيام في اثنين كانون الأول جولة جديدة من المفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي استبقها وزير الطاقة الإسرائيلية بقوله إن موقف لبنان بشأن حدوده البحرية تبدل سبع مرات ليأتي بيان مكتب الأعلام في رئاسة الجمهورية جازماً بأن كلام وزير العدو لا أسس له من الصحة وأن موقف لبنان ثابت في مخص المفاوضات وفقاً لتوجهات رئيس الجمهورية للوفد المفاوض لجهة ممارسة حقه السيادي واضح هو انزعاج العدو الإسرائيلي من الموقف اللبناني الذي يضرب مشروع الأطماع الإسرائيلية بالحقوق البحرية اللبنانية مرجعية دستورية التي لها الحق بأن تقول هذا هو حق لبنان وهذا هو مدى هي فخامة رئيس الجمهورية وهذا هو نص الدستور كل ما سبق هذه الوضعية لا يستطيع أحد أن يكبل لبنان بشيء منها طالما أنه لم يكرس تنازل لبناني عن حقوق توليها له القواعد المكرسة بالقانون الدولي العام عامة وبقانون البحار خاصة المفاوضات تنطلق براً من رأس النقورة من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة حسم الرئيس عون الموقف الإسرائيلي يفاوض على منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كم مربع بين الخط اللبناني المنطلق من رأس النقورة بعد الخطأ في الترسيم مع القبارسة والخط المعلن من قبل إسرائيل منطقة أتى خط الأمريكي فريدريك هوف الذي يحتسب التأثير الكلي للجزر الفلسطينية الساحلية ليقسمها إلى منطقتين أولى للبنان تبلغ مساحتها 500 كم مربع من أصل 860 وثانية لإسرائيل تبلغ مساحتها 360 كم مربع في حال احتساب نصف تأثير للجزر نكون أمام خط رابع يضيف للبنان 500 كم مربع على مساحة المنطقة المتنازع عليها بما يعطي لبنان بالحد الأدنى عندها 1360 كم مربع أما عدم احتساب أي تأثير للجزر الساحلية لفلسطين المحتلة فيضعون أمام خط خامس هو الخط الذي يضيف على الخط الرابع حوالي 830 كم مربع وهو الخط الذي ينطلق منه الوفد اللبناني في مفاوضاته بما يعطي لبنان حقا بـ 290 كم مربع من بينها أكثر من نصف حق القريش بدون تأثير كلي وبدون احتساب للحقوق اللبنانية بمقتضى قانون البحار إلنا 860 كم هذا اللي بتتمسك فيه إسرائيل لأن إسرائيل تنطلق من فكرة أنها ليست منضمة إلى قانون البحار وأنها تريد أن تعدل بالقوة الحدود الدولية فإذن هي بنت تلعب على المعيارين معا تسقط قانون البحار الذي يعطي لبنان الحق وتسقط الحدود الدولية التي تعتبر المنطلق إلى جانب الموقف المتشدد للرئيس عون في هذا الإطار كان واضحا أمام قائد اليونيفل بتشديده على ضرورة تصحيح الخط الأزرق ليصبح مطابقا للحدود البرية المعترف بها ومن تصحيح البر تنطلق مفاوضات البحر أصلا الاعتداء على الحدود البرية سيؤثر على رسم الحدود البحرية لماذا؟ لأن هناك اعتداء في نقطتين وهما النقطتين التي تنطلق منهم الحدود البحرية النقطة الأولى رأس النقورة وهذه نقطة ميدانية على المياه مباشرة والتي منها ينبغي أن ينطلق الخط والنقطة الثانية هي البيوان والتي حورتها إسرائيل ونقلتها مسافة 50 متر إلى الشمال فبالتالي قبل أن تثبت هتين النقطتين لا قيمة للحديث عن رسم حدود بحرية لأن الحدود البحرية تتطلب نقطة منطلق والنقطة المطلقة اللبنانية هي آخر نقطة برية تلامس المياه وآخر نقطة برية تلامس المياه هي رأس النقورة كما قال فخمت الرئيس أمام إسرائيل خيران التسليم بحقوق لبنان والاعتراف بها أو التعنت والذهاب إلى وقف المفاوضات ولمن يعرف تاريخ إسرائيل يدرك أن الاحتمال الأول قد يكون شبه مستحيل وبما أن توازع الردع الذي ثبتته المقاومة والجيش يمنع إسرائيل من شن أي عدوان للاستلاء على الحقوق اللبنانية تصبح سياسة العقوبات المنتهجة من العراب الأمريكي للأمن الإسرائيلي أكثر وضوحاً وفهماً ترجمة نانسي قنقر